شهد طلب النقل لكتارات شهن بين سن وأوروبا زيادة متواصلة هذا العام حيث شهدت عيدة معابر السكك إلى وسط أسيا وأوروبا ازدحاما وقامت المعابر الرئيسية مثل خورغوس وإيرينهوت بتوسيع ساعتها وزيادة الخطوط ومرافق الشهن مما رفع قدرة النقل وشهدت مقاطعة شاندون زيادة ملحوظة في كتارات الشهن المهجوزة من كبر الشركات بنسبة 150% ونظرا لطلب الكبير فتحت الشركة الشنيان لسكك الحديدية منذ سبتمبر الناضي خط الشحن عن طريق معابر السوف النخو بشكل مؤكد وتم العام الجاري إدراجه إلى الخارطة الرسمية لكتارات الشحن بين السن وأوروبا كما أدرجت مجموعة الوطنية نقل مواد الوقائية في إطار التعاون الدولي لكتارات الشحن بين السن وأوروبا مما رفع التعاون السين الأوروبي في مكافحة الوباء أعطينا الأولوية لكتارات الشحن بين الصين وأوروبا لتسيير عملية بسرعة حتى الخامس من الشهر الجاري أرسلنا 222 عربا من المواد الوقائية مثل الكمامات الطبية وأجلسة نافس إلى سبع دول مثل ألمانيا وبولندا وإيطاليا بوزن 1800 طن ومنذ التفشل الوباء نقلت كتارات الشحن من الصين 9 ملايين وتسعمائة وواحد أسبين ألف كتعة من المواد الوقائية إلى دول أوروبية مثل ألمانيا وبولندا وبلجيكا بوزن 80 ألف طن ترجمة نانسي قنقر